تتواصل مبادرات الخير في شهر رمضان المبارك لتبرز قيم التكافل الاجتماعي والتعيج والسلام التي يتسم بها المجتمع البحريني المعطى حيث تستمر مبادرات افطر على الطريق التي تنفذها المحافظة الشمالية تحت شعار رمضان شراكة وتكافل لتعكس المحافظة على تماسك النسيج الاجتماعي مظهر من مظاهر الاحسان والخير افطار صائم مبادرة من ضمن مجموعة من المبادرات الرمضانية التي تأتي بهدف تقوية اواصر الترابط والمودة والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي وسلامة مرتدي الطريق من الحوادث المرورية النتجة عن العجلة قبل موعد الافطار ففي شهر رمضان شهر المسرعة الى الخيرات والتنافس فيها تشارك جميع مكونات المجتمع في اعمال الخير وتؤكد قيام التسامح والبذل والجود والعطاء الانساني بالمجتمع البحريني المحاضة الشمالية استعدت الى الشهر الكريم بحزمة من الفعاليات احداها افطار صائم على الطريق تحت شعار رمضان شراكة وتكافل ومثل ما نشوف اليوم العديد من الجمعيات اللي معانا هنا من اجل الشراكة في التطوع في توزيع وجبة صائم وهذا اندل على شيء اندل على ان البحرين هي موطن للانسانية موطن للخير موطن للتكافل الاجتماعي مسئولية مجتمعية عكستها مشاركة المتطوعين حيث كان لهم دور كبير في تقديم اكثر من خمسمائة وجبة صحية تدعم محور الغذاء الصحي في برنامج المدن الصحية بسلاسة ويسر وسط اجراءات السلامة المرورية تحت اشراف رجال الامن والمرور طبعا المحافظة الشمالية سباقة في الفعاليات فعاليات بالاخص اللي هي الفعاليات المجتمعية وهي اللي تعطي طابع الى المجتمع ان يتقدم اكثر عملية الشراكة عملية توعوية عملية ثقافة لرفع الثقافة في المجتمع ما نعرف ان شهر رمضان شهر خير وشهر عبادة وحتى للاشياء التطوعية بعد يعني الواحد يقدر ان يسوي اعمال خيرية من هالتطوع فاحنا موجودين كمتطوعين وكمسعفين اولين عشان ندعم الفعالية وندعم سلامة المشاركين هذه المبادرات تنشر فرح الشهر الفضيل وروح الاخاء والمحبة وتعزز اواصر العلاقات الاخوية بين المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وتسهم في المحافظة على تطور المجتمع شوق العثمان لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر